السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة المثالف للشروحات لن يبحل سنح المشكلة منها كثير من نسخة الهواتف وهي عند تثبيت تطبيق تخرج معنى الواجهة التطبيق غير مثبت كما سوف تلاحظون فمثلا انا اريد تثبيت الميسنجر فانه اوتوماتيكيا لا يثبت معي الحال بسيط جدا كل ما عليك فقط هو ان تتوجه الى الاعدادات الخاصة بهاتفك ثم تذهب الى التطبيقات ثم تذهب الى ادارة التطبيقات كما تشاهد الان كل ما عليك فقط هو كتابة play في محرك البحث الخاص بالتطبيقات وتذهب الى متجر google play تقوم بالضغط على ايقاف اجباري ثم مسح البيانات وتمسح جميع البيانات سواء كان الكاش او الذاكرة التخزين الان بعد مسحنا للكاش كل ما علينا فقط هو ان نتوجه الى التطبيق زادر شيربر يعني يمكنك تثبيته من اسفل يعني الفيديو في الوصفة على قناتي او كما تذهب الى play store وتقوم بتثبيته تكتب فقط زادر شيفر وتقوم بتثبيته يعني قبل ان ندخل الى زادر شيفر نتأكد اننا يعني مسحنا ذلك التطبيق الذي لا يريد ان يثبت معنا لذلك سوف الغي تثبيت الميسنجر الخاص به كما تشاهدون انا اتركته لكي ابينا لكم اطريق ربما يكونوا خاص بكم يعني مثبت ذلك تطبيق نكتب هنا ميسنجر ويتخرج معناه هذا الملفات كل ملك فقط هو مسح جميع الملفات التي تحمل اللون الاصفر يعني ملفات وليس الايقونات كما تشاهدون ننسح جميع الملفات الموجودة لذلك التطبيق على هاتفك ومن ثم نخرج ونذهب لتثبيت ذلك التطبيق وسوف تشاهد انه سوف يقوم بتثبيت معنا بنجاح نضغط على تثبيت والان كما تلاحظون سوف يثبت معنا بنجاح والان كما تلاحظ تم تثبيت التطبيق بنجاح بهذا الحل البسيط الذي لا يعرفه الكثيرون اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة المحترفين شروحات كان معكم الارض من بدر الدين سلام